طيب المؤسرات الخارجية الحاجات اللي هي ايه الدوشة اللي بتحصل خارجية دي منها ايه منها الدوشة بتاعة المنشطات ولا كصلوا لازم يحصل كشف المنشطات قبل القمة لازم يحصل كشف المنشطات في مباراة القمة كلام كتير في الموضوع ده على السوشيل ميديا وبين الجماهير طيب احنا النهاردة في رقم عشرة جبل لكم شوية حقائق فيما يخص ملف مكافحة المنشطات بمباراة الدوري عشان تعيشوا معانا ازاي الناس دي بتشتغل عشان هي بس قبل ما نروح للتفاصيل مش عايزين يتعامل مع مكافحة المنشطات او مع لجنة مكافحة المنشطات دي زي ما بنتعامل مع المسابقات لجنة المسابقات ولجنة التحكيم والنبي غيرونا معاد المطش ده والنبي عايزين الحاكم دوت ومش عايزين الحاكم الفلاني كده كده غلط اصلا بس دول حاجة مستقلة تماما فلأ انا عايزك النهاردة تعملي كشف منشطات على الفريق ده انا عايز لأ تب بص بقى انت هتعمل لأ انا كشف منشطات طب اعمل لهم هم كمان كشف منشطات طب انت عايز اللقايب بتاع دوت طب انا هتديك اللقايب مفيش الكلام ده مفيش الكلام ده نازم تشتغل ازاي بتشتغل بشكل مفاجئ الناس دي بتختار اللي هي عايزة بتشتغل في الوقت اللي هي عايزة بتشتغل بقرار نفسها مش بمطالبات فالامور تبقى بس فيها زكاة نسيهم مشتغلوا والمدان يدان المدان يدان مين بقى اللي يدان هم اللي يقولوا بس هي الموضوع على برضو سوشل ميديا اللي هو ايه بصوا بقى احنا عايزين فلان هو اللي اتاخد مناشطات يعملوله هو اللي اختبار مفيش الكلام ده ما اصلا ده طبيعة شغلهم او اساس شغلهم هو المفاجئة يعني لو انا رايح الناس كلها بتقول اجمال رو اعملوا كشف مناشطات لكريم كريم بقى هعمل حسابه كريم بقى هعمل حسابه ده انا هيعليه النهاردة وكشف مناشطات فهعمل حسابي لا وشغلهم مفاجئة يفاجئوني يجو يفاجئوني كده ايه ده دلوها ده وقفل لك بقى كشف مناشطات اذا ما كنتش عامل حسابي بتحصل مشكلة بقى ساعت لو في مشكلة وبساطة تعالوا بقى اقولكوا طبيعة شغلهم بيشتغلوا ازاي تعالوا تشوفوا يلا بينا انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لسحب عينات من لعيب الاهل والزمالك قبل قمة السبت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لا تتحرك لا تتحرك بالمطالبات او المخاطبات من اي مؤسسة رياضية لسحب عينات تاني المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لا تتحرك بالمطالبات او المخاطبات من اي مؤسسة رياضية لسحب عينات مهمة دي اللي بعده الكشف عن المناشطات يعتمد في الأساس على عنصر المفاجأة في سحب العينات في أماكن المنفسة أو خارج أماكن المنفسة التدريب أو المنزل أو المعسكر أو غير ذلك توضيح توضيح بس دي الكشف عن المناشطات يعتمد على إيه تعالي لي كده عشان أشرحها لك إنه دلوقتي منظمة الكشف عن المناشطات عايزين أنا بقول اسمي دايما عشان ما مخبطش في حد يعني ما مخبطش في اسم حد فتقول لي إيه دات جاية على ده هم دلوقتي عايزين ياخدوا عينة من كريم تمام طيب من حقهم يقولوا الستوديو من حقهم يقولوا التدريب لو بيتدرب من حقهم يقولوا البيت من حقهم يقولوا في أي مكان وفي أي وقت وفي أي وقت السلام عليكم خبطوا على الباب كده أنتم مين إحنا منظمة الكشف عن المناشطات لا لا مش عايز النهاردة فيش حاجة سماء مش عايز النهاردة هدخين نشوف كشف عن المناشطات نشوف إتا بتاخد مناشطات ولا أي وقت وأي مكان نكمل عينة الكشف عن المناشطات لتظهر نتيجاتها في نفس اللحظة فهي ليست مثل اختبار البي سي آر الخاص بالكشف عن كورونا ركز في دي أشرحها لك برضو طيب إحنا قلنا مثلا يعني طالبنا وده قلتلكم خلاص ما بيحصلش طالبنا منظمة الكشف عن المناشطات روح لو سمعتوا أعملوا كشف من المناشطات على لعب الأهل والزمالك قبل القمة طيب وعملوا الكشف ما بيطلعش نتيجته يومين تلاتة اربعة ده ليه طرق كثيرة جدا هشرح لكو دلوقتي بياخد وقت كتير وفي بروسس كتيرة عشان نتأكد النتيجة دي إيجابية لو هي إيجابية بتاخد وقت كبير يعني إيه يعني روح تخدل وقت النهاردة من العيب تلقى بكرة من العيب تلقى الآله والزمالك أشف عن مشتطة مش تطلع عبل المباراة الآله والزمالك اللي هي يوم السباحة يلعبوا عادي نكمل مثلا يعني وده مش هيحصل العينة بعد سحبها تسافر إلى أهو ده دي التفاصيل بقى العينة بعد سحبها تسافر إلى معمل في برشلونة لإزهار نتيجة العينة سواء إيجابية أو سلبية في حال إيجابية العينة يمكن للعب أن يطالب بفتح العينة الثانية للتأكل من نتيجتها يعني إيه يعني لسه هناخد العينة ونصفرها برشلونة وترجع لنا تاني لو إيجابية ولو إيجابية الرجل هيقولك لا أنت بفتح لي العينة الثانية فالعينة الثانية تسافر برشلونة تاني فنشوف قصتها إيه فتاخد وقت طويل ما يحصلش الكلام دوت من يوم وليلة مش بي سيار أنت بتاخده إيجابي ولا سلبية فأنت عندك كورونا ولا ما عندكش كورونا لا الموضوع كبير احنا منتكلم في مطش بعده بكرة اللي بعده عقوبة إيجابية العينة يختلف إذا تم سحبها داخل المنافسة يعني بعد المباراة أو خارج المنافسة التدريب المنزل المعسكر بالنسبة للفرق الجماعية الجماعية مثل كرة القدم لا تتأصل نتيجة الفريق في المباراة إلا إذا تجاوز عدد العينات الإيجابية ثلاث عينات وأقل من ذلك تكون العقوبة على اللاعب حلوة دي قوي تركز معايا تاني يعني إيه؟ يعني إحنا عملنا دلوقتي العينة دي على لعب الأهلي والزمالك فطلع من الأهلي أو الزمالك لاعب أو اتنين عندهم نتيجة إيجابية أنا بقول مثلا على ذكر هذه المباراة هنا نتيجة المباراة مش هتتلغش اللي كسبان كسبان واللي خسران خسران طيب لو الفريق اللي كسبان عنده ثلاث عينات إيجابية هنا النتيجة يبقى فيها مشكلة ثلاثة واحد أو اتنين هنعاقب اللاعب ثلاثة يبقى فيه مشكلة عند النادي فيه مشكلة على الفريق واضحة يعني مش مثلا لو واحد تلع إيجابي إلحق المباراة دي بوصد لا هو اللي هيتعاقب اللعب اللي هيتعاقب مش الفريق اللي بعد طبعا لو لعبة فردية بطبيعة الحالي اللعب نتيجته هتتلغي النتيجة بتاعت اللعب يعني مثلا منتكلم في تانس مثلا ولا حاجة سكواش أي لعبة فردية رفع أسكال النتيجة بتاعته تلغي عشان هي لعبة فردية هو المسؤول هو الفرقة لكن اللعبة الجماعية لأ اللي جاية دي مهم اللي جاية دي مهم تبلغ تكلفة العينة الواحدة 9500 جنيه يعني نقول 10,000 جنيه تبلغ تكلفة العينة الواحدة 10,000 جنيه بالمواصلات والطريقة واللي احنا راحين جاية 9,500 جنيه عشان يا بقى راجل برضو ايه بقولها بالضبط تبلغ مديونية المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لدى اتحاد الكرة كام يا أولاد 6.7 مليون جنيه لم يسددها الاتحاد حتى الآن رغم تحصيل نسبة المنظمة من نسبة توصيق عقود اللعبين كما هو منصوص في اللقاحة يعني ايه كلام دا معناه ايه لجنة مكافحة المنشطات او منظمة مكافحة المنشطات بتروح تاخد عينات من اللعبين العينة الواحدة 9,500 جنيه طيب انا مفروض ااخد فلوسي من مين باخد فلوسي انا مكافحة المنشطات باخد فلوسي اللي انا بصرفها دي او العينات دي من اتحاد الكرة اتحاد الكرة ما دفعش 6.7 مليون جنيه لمكافحة المنشطات مديونية عليه فده معناه ايه معناه انه من الصباح الخير يا جماعة ما تروحوا كده شوفونا لاعب النادي ده كله عملونا عليهم عينات يعني بقى نجيب 30 لاعب كده مثلا 30 لاعب دول ف10,000 جنيه ف300,000 جنيه على الفرقة فالعملية مش سهلة كده الموضوع مكلف الموضوع مكلف برضو مش بيسيار فاهم؟ الموضوع اقلب كتير الموضوع بفلوس كتير احنا برضو بنستسهل لو ايه يعني تم اتعدي كده على لعيبة النادي ده كله شوف لينا بقى بياخدوا منشطات كلهم ولا لأ عشان كده بيعملوا ايه في المباريات يروح اللي هياخد لعب او اتنين عينات عشوائية وهي أصلا مبنية في العالم كله على مبدأ المفاجئة لازم افاجئة وهقولك حاجة مجرد توقع بس دي حقيقة بلقى ايه معلومة يعني كل اللي فات ده ده معلومات مؤكدة 100% معلومات لكن اللي هقوله ده مجرد توقع تاني مجرد توقع مش حاجة مبنية على ايه معلومة او حتى مثلا حد قال لي كلمة قال لي ممكن نعمل كلمة ومش قال لي لا معرفش بس بما انها مفاجئة وبما ان الناس كلها مستنية مكافحة المنشطات دي هتعمل ايه في مباراة الاهلي والزمالك فممكن اصلا في مباراة الاهلي والزمالك ما نلاقيش منظمة مكافحة المنشطات موجودة في المباراة دي عشان بطبيعة الحال الكل هايبقى عامل حسابه في العامل فريقين وخلاص ما يقول له بقر هيقول لك ايه تبقى الروح كده هرمي عينات على الارض ما يقول له هاكيد عامل حسابه هي الفكرة في الموضوع ده انه يبقى مفاجأة فاحنا عاملين نقول لي ناس ايه لو سمحتوا روحوا خدوا عينات في مباراة الاهلي والزمالك يعني لو سمحتوا بقى في العيبة في الزبالك في العيبة مش عارب فين في الاهلي وفي العيبة وبالاسم دول واخدين مناشطات طيب حتى لو هم واخدين مناشطات هيعملوا حسابهم بقى معرفش طبعا التفاصيل الطباء مش بحب أتدخل قوي في الكلام ده بس هم شغلهم مبني على مبدأ المفاجأة بس كده دي حكاية المناشطات من أولها لأخيرها بس حبينا نجيبها لحوالكم النهاردة بمعلومات بمعلومات حقيقية مش نقض كل واحد عايز يقول حاجة فيها يقولها وخلاص